السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله قرارات مجلس الوزراء بجلسة الثلاثاء اصدر مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء قرارات جديدة خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت برعاست رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية السابع عشر لمجلس الوزراء وأضاف أن الجلسة شهدت مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد وبحث الملفات الاقتصادية والخدمية والوقوف على أجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة وبما يحقق الأهداف المرجوة منها وتابع أن المجلس استهل جلسته في مناقشة قضية التصحر وتأثير المتغيرات المناخية على العراق حيث استضاف مجلس الوزراء المكلف بأدارة وزارة البيئة والكادر المتقدم في وزارتي البيئة والزراعة للوقوف على تأثير تغييرات المناخ على البلاد والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة التصحر وأهمية توفير الغطاء النباتي في بعض المناطق الصحراوية وذكر أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير خاص عن مرض الحمى النسفية استعرض السيد الوكيل الفني لوزارة الزراعة تضمن مجمل الأصابات التي سجلت في بعض المحافظات والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة موضحا أن المجلس وجه بضرورة مضاعفة الجهود للسيطرة على المرض ومنع انتشاره مما يتطلب تكثيف حملات التوعية وأكد أن المجلس أوصى بتقديم الدعم اللازم لوزارة الزراعة لمواجهة المرض توفير مبيدات الرش والتغطيس لمكافحة عشرة القراد وتوفير الأدوية اللازمة لمكافحة المرض وكذلك الدعم اللوجستي للحملات الإرشادية التي تقوم بها وزارة الزراعة وذكر المكتب أن مجلس الوزراء قرر الآتي استثناء وزارة الزراعة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أساليب التعاقد في المادة الثالثة منها بما يمكنها من أخذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على مرض الحمى النسفية بصرف المبالغ المتوفر لديها استثناء من منشور وزارة المالية ولا يتجاوز المتوفر لديها فقط 1.459.972.750 دينارا بحسب ما ثبت في كتاب بزارة الزراعة 12.622 في 10 آيار 2022 وبين أن المكتب الجلسة شهدت استعراض التقرير الوبائي والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية لحد من انتشار الفيروس وجهود وزارة الصحة في توفير المستلزمات الطبية وتأمين اللقاحات وذكر المجلس أن مجلس الوزراء ناقش الموضوعات المدرجة على جدوى الأعمال وقرر الآتي أولا تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء 379 لسنة 2021 بحسب ما يأتي تولي وزارة المالية تمويل فقط 3 مليارات دينار إلى وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع تثبيت الكثبان الرملية تنفيذ للفقرتين الأولى والثانية المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد 2443 إلى 15 إلى 1 إلى 1 والمؤرخ في 3 شباط 2021 المرافق ربط قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022 تولي وزارة المالية تمويل مليار دينار إلى وزارة الزراعة دائرة الغابات وتصاحر لغرض دفع مستحقات المتعاقدين معها بحسب قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022 ترجمة نانسي قنقر